يا مساء الخير والسعادة عليكم حلقة جديدة من تراندز سأكون معيكم فيها النهاردة مكان زملتنا ريهام الشيخ ويلا بينا نبتدي الحلقة وزي ما تعودتم دايما بالتراندز آف the week أحزان جورج وصوف مذكرات الأمير هاري وكريس هامسورث وتحدي خارق للطبيعة وكمان زيارة كيت جرام خلونا نعرف التفاصيل دي كلها مع بعض مع الأسف الشديد أكتر موضوع سيطر على تراندز في كل وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة كان خبر وفاة وديع ابن الفنان جورج وصوف واللي رحل عن عالمنا بعد فترة معاناة مع المرض نتيجة متعفات عملية تكميم المعدة طبعا عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي ولبنان حرصوا على أنهم يكونوا مشاركين في مراسم العزاء وظهر عليهم التأثر والحزن بشدة وديع هو الابن الأكبر للفنان جورج وصوف وتوفى وعمره تسعة وتلاتين سنة ليه تلات إخوات هم حاتم وجورج جونيور وعيون ولكن وديع كان الأقرب لولده لدرجة أن الفنان الكبير كان بيعتز دايما بلقب أبو وديع وده بان جدا في كلامه أثناء العزاء لما قال هيقولولي إزاي دلوقتي يا أبو وديع وطبعا برنامج تراندز بيتوجه بخالص العزاء للفنان الكبير جورج وصوف وندعيله كلنا أن ربنا يصبره أما تاني تراند معنا النهاردة فهو تراند عالمي متعلق بالأمير هاري والأثارة مذاكراته ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وده على مستوى العالم كله خصوصا أن هاري البالغ من العمر 38 سنة كشف في مذاكراته كثير من أسرار العيلة الملكة والخاصة جدا مش بس كده كمان قال فيها كثير من الاعترافات المثيرة للجدل زي مثلا المشجرة اللي حصلت ما بينه وما بين أخوه الأمير ويليم ولي العهد وازاي توسل هو واخوه لأبوه من ملك تشارلز عشان ما يتجوز كاملة مراته التانية وكثير من الأسرار الخاصة جدا بيه وبأسرته من المتوقع كمان أنها تحقق المذاكرات دي عدد كبير من المبيعات واللي اسمها سبير خصوصا أنها كمان هتحتوي على عدد كبير من الصور اللي بتنشر لأول مرة للأسرة الملكية والأميرة الرحلة دايانا والدة الأمير هاري وكثير من الأسرار الخاصة بالأيام الأخيرة في حياتها ومن المعروف أن الأمير هاري وزوجته ميجن أذيع ليهم حلقات وثائقية على واحدة من أشهر المنصات في الشهر الحالي واللي حققت نجاح كبير جدا خصوصا أنهم برضو تكلموا فيه عن كثير من أسرار حياتهم الشخصية والعائلية نجم العالمي كريس هامسورث واللي تقلق من خلال دور البطل الخارق على شاشة السينما وتحديدا دوره فيلم سور واضح كده أنه عجبوا الموضوع وقرر أنه يبقى بطل خارق بالحقيقة كمان عشان كده قرر أنه يشارك في تحدي أقل ما يقال عنه أنه مراعب وغير طبيعي بالمرة الحقيقة قبل ما أقول لكم التحدي إيه هو لازم أقول لكم أنه فعلا حصل شيء خارج عن حدود أي منطق بجد أنا مش عارفة هو إزاي قدر يعمل كده ولولا أنه فيه فيديو بيوثق الموضوع وصحف عالمية كتيرة جدا تبعته كنتش قدرت أن أنا أصدق حاجة زي دي المهم التحدي اللي قام بير ممثل أسترالي كان أنه قعد تحت المياه كاتم لنفسه لمدة 200 دقيقة زي ما بقول لكم كده حضرتك سمعت صح 200 دقيقة تحلهم تحت المياه كاتم لنفسه طبعا الموضوع ده أصار زهول العالم كله وتصدر الترند على وسائل التواصل اجتماعي والفيديو ده شايفه أكتر من 100 مليون مشاهد حول العالم المشكلة بقى أن الموضوع ما يقفش لغاية هنا دقا كريس هامت وارد كمان قرر أنه يعمل التحدي ده لكن يرفع سقف الطموح ويرفع سقف التحدي ويعود أكتر من 200 دقيقة بصراحة حاجة غريبة جدا وغير مفهومة بس زي ما قلت لكم واضح أنه قرر يعيش دور البطل الخارق في الحقيقة أما آخر خبر معنا النهاردة فهو ترند عالمي بس لي علاقة بمصر وده بسبب زيارة النجمة العالمية كيت جرام لمصر وقضاء عطلة العام الجديد على أرض مصر السحرة النجمة العالمية كيت جرام والتي تقلقت في دورها في مسلسل The Vampire Diaries والتي كشفت من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور أثناء زيارتها لمصر وخاصة زيارتها لأهرامات الجيزة وأسوان والتي علقت جرام على صورها وقالت قدام الأهرامات مع حبي من كيمة وطبعا تقصد بكيمة هنا مصر وده اسمها مصر في اللغة الهيرغلوفية أما بقى باقي الصور في النيل فعلقت عليها وقالت سنة جديدة سعيدة من النيل الحقيقة إن الصورة حققت ملايين المشاهدات على صفحتها واللي أثارت إعجاب كبير جدا من المتابعين ليها واللي كتبوا ليها إن هم بيتمنوا هم كمان يزوروا مصر يمكن من أكتر نوعيات الأفلام والدراما اللي دايماً بتحقق نجاح هي الرعب بتلاقيها دايماً محقق نجاح كبير ودايماً الإرادات بتاعتها بتكون عالية جدا هنا في مصر في قطع كبير قوي من الجمهور بيحب النوع ده من الدراما وده اللي خلانا مؤخراً نشوف يمكن عدد كبير من الأفلام والمسلسلات القصيرة المبنية على قصص الرعب زي مثلاً فيلم الحارس فيلم جدران ومسلسلات تانية كثيرة متاخدة من أعمال الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ودايماً الأعمال دي بتكون حديث الناس على السوشيال ميديا هنا بقى يجي الاختلاف لأن في ناس على السوشيال ميديا بينقسموا لفريقين فريق منهم بيقول برافو حلوة قوي وفريق تاني بيقول لا يمكن مش هو ده لسه بدري شوية على ما نقدر نعمل أعمال قصصها مبنية على الرعب هو ده الموضوع اللي هنقشه النهاردة مع لميس محمد الصحفية بجريدة اليوم السابع واللي هتكون معنا دلوقتي عبر الزوم أهلاً بيك يا لميس أهلاً بيك يا بس أنت عاملة إيه؟ هي الأخبار يمكن أعرف من حضرتك حب أعرف من حضرتك يعني هل فعلاً نوعية الأفلام اللي هي الرعب والمسلسلات الرعب هي الأكثر نجاحاً على مستوى العالم ولا لأ؟ بصي ما نقدرش نقول إن هي الأكثر نجاحاً بس نقدر نقول إن هي ليها جمهور كبير بيستنوا الأفلام والبارتس بتاعتها بشغف كبير جداً والمسلسلات بنفس الطريقة سباشل إن هي بتبقى فيها أفاكتس حلوة بتبقى الستوري بتاعتها ميني بتبقى مور انترستنج مثلاً نسلية أكتر اللي بيحبوا كمان الجنر تزيب إزدات من الأفلام أو المسلسلات يبقوا دايماً بيروحوا للمواضيع الجديدة للقصص الجديدة فأكيد هي نفحة بس ما تقدرش تقول إن هي الأنجح لأنه برضو فكرة الرعب بيندرك تحتها حاجات كتيرة رعب فانتازيا رعب مغامرة رعب أكشن رعب بقى عفريق وجن والحاجات دي فانت ما تقدرش تقول إنه أنهي جنر فيها أصلاً هي الأنجح كمان من جنر تاني يمكن إحنا كمصريين ترسخ كده في ذاكرتنا فيلم الإنس والجن يعني للفنان طبعاً الكبير عادل إمام وقعدنا بعدها كثير قوي 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 على ما قدرنا إن إحنا نرجع تاني مرة تانية نعمل أفلام رعب ليه تأخرنا قوي إن إحنا نعمل الخطوة دي طبعاً بقصد الدراما العربية بشكل عام بصي ممكن كان ينقصنا الإمكانيات بتنقصنا نفسها فكرة القصة مع إن إحنا عندنا تراث كبير جداً عندنا حكاية كثيرة عندنا أساطير كثيرة عندنا حاجات كثيرة جداً بس كان بتنقصك دايماً الإمكانيات بشكل أكبر وشكل أوضح لأنه كان دايماً للمشاهد المصري أو المشاهد العربي بس المشاهد المصري تحس أنه ما ينفعش يضحك عليه يعني ما ينفعش يقولون ده رعب بس مش الرعب اللي هو عايز يشوقه لأنه هو متابع جاد جداً للأعمال العالمية فهو بيبقى دايماً بيدور على حاجة في نفس المستوى تق ما يبقى شو أمله حاجة نصفه هي بيقولك إن هي لأ هي مش حلوة يعني ممكن تكون حلوة يعني ما وراءة طبيعة مثلاً للراحل أحمد خالي التوفيق لما اتعامل مسلسل كان ناجح جداً بغض النظر طبعاً عن إن كان في بعض الأخطاء أو الإسقطات اللي خصدت فيه أو كان فيه حاجات كان ممكن تتعمل بطريقة أحسن فيجيو الأفاكس كل الحاجات دي بس هو نجح وكان ليه جمهور كبير جداً وكان الجمهور في وقتها كانوا بيدوروا على مواسم تانية تاياها زي مسلسلات القسيرة التانية اللي اتعاملت بيز أون نفس الكاركتر أو نفس الحاجات الرعب اللي اتفاهميني فهو الفكرة أنه دايماً الإمكانيات هي اللي كانت بتبقى حطاتي دايماً في حتة مش عاربة تفرجي منها بس ليت لي أنا شايفة أن إحنا بدأنا نتحرر تدريجياً من القيود اللي حوالين الإمكانيات دي فأنتي بدأت تعملي حاجات تحس أنه آه ليها جمهورها والناس تبقى عايزاها زي الفيل لازرق مثلاً الفيل لازرق أول ما نزلت أن عامل جومنج حلو جداً لأن ده يتطلب برضو تصنيف روعه البارت الثاني منه كان خلو جداً وكان ليه جمهوره فأنتي باي تايم الموضوع بيتطور طيب يعني خلينا نرصد مع حضرتك كمان يمكن أعمال تانية وكمان تم إصدارها في وقت قريب جداً عايزا أعرف رأيك فيها يعني تكلمنا عن الفيل الأزرق تكلمنا عن موراق الطبيعة رأيك فيه في مسلسلات تانية كمان رأيك إحنا قربنا شوية ولا لسه بعيد بصيحنا أكيد قربنا لأنه بقيت الناس أتليف مستنية الحلقات أو مستنية تعرف إما هيحصل في الأبسط الجاية كمسلسلات فإنت طول ما انت المشاهد بيدور على الحلقة الجاية هيحصل فيها إيه؟ فدي خطوة تقربت أكثر للحاجة التي عايزت توصل لها لأ يعني أنا لسه كنت بتابع يمكن مسلسل من قريب جداً جداً وأنا من كتر ما كنت بخاف من حلقاته بطلت أتفرج عني فأنا حسنت لك خلاص ما بقاش نقصنا حاجة عشان نقدر نقدم أعمال بشكل كويس يعني ما أنا بقول لحضرتك أن الفترة الأخيرة كل حاجة بقت مساعدة الناس أكثر فأنا شايفة أن في الفترة الأخيرة طبعاً حصل تطور تطور واضح بدأت تحط رجلك على معينة بدأت تفهمين الناس محتاجة إيه أكتر الشارع محتاج إيه أكتر فبدأت يبقى التركيز على الحاجات التي الشارع محتاجه أكتر فطبعاً بيوريك ستوريز وحاجات تشدك أكتر فالناس تبقى عايز تتفرج فده طبعاً نجاح وقربنا خطوات مش خطوة كمان ما تقدرش تقولي خطوة لا هو خطوات مش خطوة طب أستاذة لميز أحسن مسلسلات ولا أفلام الرعب عمتاً أحسن يتعامل مسلسل ولا فيلم موسي دي بالتباند على القصة بشكل أكبر إنه القصة محتاجة إيه؟ محتاجة إيه؟ محتاجة إيه؟ محتاجة إيه؟ محتاجة إيه؟ يتعامل مسلسل ويبقى ليها فرشة كبيرة وحلقات أكتر ولا هي حلويتها إنه هو موبي تدخل تتفرج عليه ساعتين ساعتين ونص لو ما كانش أقلبه كتير قوي مبسوطة لما يطلع له كورت جديد الإمسانية في السينما وده برضو بيعتمد أكتر على المشاهد بس أنا من وجهة نظري إن دايماً فيلم الرعب أحلب كتير من مسلسل الرعب لأن أنت تبقي عايزة تأخذ جرعة مكسفة في الأغلب مرة واحدة فطبعاً تشوفي موبي كامل على بعضه تشوفي السوري حتى لو ليه بوارت ستانية تخليك متحمسة أكتر السوري سبقت ليك ليها جمهورها وليها ناسها لكن برضو بكرة أن أنت تتفرج على حلقة كل مثلاً أسبوع أو كل شيء دي ما بتبقاش بتشد قد ما بتتفرج على فيلم فأنت قاعدة شايفة كل جوامل وشايفة كل العوامل اللي حواليه الحاجات دي فقوة بالذات إنه أوقات كمان المسلسل ممكن عشان مثلاً إحنا محكمين بسكت أو ثمن حلقات فيبقى فيه تطويل الناس تحس بدها فبتبقي في لحظة ما فقدت عنصر إنه الناس دخل لها ملن فالملل بيخلي الناس مش طلطة في حاجة مع المسلسل لو تبتدي تركز على عيونه أكتر ما تركز على مميزات العمل اللي قدامهم لو هو بقى قصته حلوة جداً ممثلين أشتر حاجة إخراج أشتر حاجة فدي بتبقى برضو مشكلة كل شكرا لك يا أستاذة لميز بنشكرك على طبعاً مداخلتك القيمة معنا بكده مشاهدينا تكون فقرة سكوب خلصت خلونا نلوح دلوقتي نشوف مع بعض فقرة السوشيلاب ونرجع نكمل بعدها باقي فقرات هنبدأ الأول من التيك توك لأنه بيحبه جداً ومتفاعل بشكل كبير عليه كريم بيتابعه حوالي 3.700.000 متابع وحقق لحد دلوقتي 9.400.000 لايك على فيديوهاته سليمان عيد دايماً لين نصيب الأكبر من فيديوهات اللي بيتميزه هو وكريم على السوشيال ميديا وعملوا كذا فيديو مع بعض وحققت نجاح كبير جداً أما الفيديو ده فكانت بداية الفيديوهات اللي بينشرها كريم وبيقلت فيها والده الفنان العظيم محمود عبدالعزيز في فيلم الكيف وحقق 3.000.000 ديوز من التيك توك نروح بقى للإنستجرام وده تاني أبليكيشن الفنان كريم محمود عبدالعزيز متفاعل عليه بشكل كبير وعلى طول بيونشر صور وفيديوهات كريم بيتابعه 3.700.000 متابع أما هو بيتابع 962 واحد نشر لحد دلوقتي 1123 صورة وفيديو وزي أي فنان الصور على الأكاونت كلها الصور بوسترات لأفلامه وكواليس مشاهد من أعماله اللي يعرف كريم كويس يعرف قد إيه هو كان مرتبط بوالده الفنان الكبير محمود عبدالعزيز الله يرحمه ووالدته كمان فلاقينا أنه نشر أكتر من 40 صورة بتجمعه بوالده ووالدته وأخوه الفنان محمد محمود عبدالعزيز من أهم الأخبار اللي كانت ترند على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت ولسه مكملة معنا هو وصول أكبر مكتبة عائمة في العالم لمصر وتحديدا لميناء بورسعيد المكتبة دي اسمها لوجوس هوب وهي عبارة عن سفينة كبيرة جدا بتعتبر أكبر معرض للكتاب في العالم الزيارة دي بتعتبر التانية ليها المصر بعد أول زيارة واللي كانت من 20 سنة فاتت عشان نعرف تفاصيل أكتر عن القصة دي ونتكلم كمان عن مصطلح مهم ظهر على السوشيال ميديا من فترة وهو البوكتيوبر هيكون معنا ضفنا النهاردة واحد من أشهر البوكتيوبرز الموجودين وهو كريم النجار صاحب قناة ووجهة نظر أهلا يا كريم من وارنا أهلا يا كريم من وارنا أهلا يا كريم نورك ربنا يخليك مرسي جدا لزوءك يعني في البداية عايزين نعرف منك شايف زيارة لوجوس هوب لمصر بذات طبعا بورسعيد وزي الشباب يقدروا أن هما يستفادوا من سفينة زي دي مليانة بكتب موجودة في مصر والله هي مجاية سفينة لوجوس هوب لمصر يعتبر حدث كبير جدا وزي ما حراتك قلت يكرر آخر مرة من سنين كتيرة فاتت طبعا أهمية السفينة موجودة أو أهميتها فعليا من الكتب الكبيرة جدا والكتيرة جدا اللي موجودة والموضع المتنوعة للكتب اللي موجودة جوها سفينة بتتناولها غير كتاب الكونسبت أنه يكون معرض كتاب متنقل حوالين العالم عن طريق البحار جاية مصر في بورسعيد حدث مهم جدا لكل الناس المهتمة بالثقافة ثقافات مختلفة أكيد بتجمع ما بين ثقافات مختلفة أكيد 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 وغير كده كمان المواضيع اللي موجودة جوها الكتب كتيرة هتلاقي حاجة عن علم النفس حتى الطبخ فيه ليه كتب موجودة هناك فلسفينة وعلم النفس والفلسفة وفيه انسايكلوبيدياز علمية كتيرة موجودة ومترجمات بس أغلب الكتب اللي موجودة هناك بالإنجليش حمتا يعني الكتب اللي موجودة بلغات عربية أو لغات أخرى أقل وأغلبها بالإنجليش ولكن أعتقد أن دي ممكن تكون فرصة ممتازة جدا للناس اللي بتحب أنها تحسن اللانجوج بتاعتها أو اللغة بتاعتها كمان نتروح وتشوف كتب وتقرأ نحن نتكلم أن هي تبقى موجودة لمدة عشرين يوم تقريبا صح؟ مظبوط فكفية قوي أن الناس تبقى بتروح وتشوف؟ هو آه سباشيلي كمان أن المعرض أو السفينة فتحة أبوابها كل يوم من 19 صبح ل 19 بالليل فالوقت كافي على مدار 20 يوم فدي حاجة كويسة جدا وحاجة جميلة جدا وسبحان الله أنها بتتزامن أن آخر يوم للسفينة هيكون يوم 23 ومعرض الكتاب هيبتدي يوم 24 فعني تتخلص مننا وتروح علينا على طول حلوة قوي طيب كريم أنت بوك تيوبر بتعمل ريفيوز للكتب في الأول عايزة أعرف المصطلح ده يعني إيه؟ يعني تفاهمني بقى بتفاصيل أكتر يعني إيه بوك تيوبر دي حاجة؟ وتاني حاجة إيه اللي خليك تعمل كده يعني ريفيوز على كتب؟ هل إحنا عندنا ناس كتير بتقرأ أو بتحب تشوف الكتب وتقرأ ريفيوز بتاعتها؟ حكي لي أكتر هو أولا البوك تيوبر مصطلح أنا نفسي عرفته بعد فترة من الموضوع ده يعني أنا كنت بعمله الموضوع ده الأول ليا لنفسي لأن أنا في البداية أو القارئ عمتا بيجي بعد فترة بعد فترة طويلة من القراءات وبيحس أنه هو بيتنقل من مرحلة القارئ لمرحلة الناقض نوعا ما يعني أنت دايما في البداية وأنت بتقرأ في بداية إرايتك لأي عمال عمتا في البداية بتبقى قارئ عادي لكن بعد فترة من استمرارك في القراءة بشكل عام في موضوعك كتير بتتحول من مجرد قارئ لقارئ ليه رأيي في الهو بيقرأه بعد الفترة دي أو في الفترة دي تحديدا حسيت أنه أنا محتاجي أني أتكلم في اللي أنا بقرأه محتاجي أني أحكي عن اللي أنا بقرأه وما كانش في حدي بس حبيبي يقرأ غيري مفيش حدي تناقشه يعني بالضبط فواحد صاحب اقترح علي طب ما فيه تاك ريفيورس طب ما فيه موفي ريفيورس طب ما ليه ما تبقاش أنت بوك ريفيور وتعمل قناة على اليوتيوب وتفكر في الموضوع الفكرة عجبتني جدا للصراحة وبدأت من خمس سنين على اليوتيوب وكنت بعمل الأول فيديوز لنفسي وبعد كده لقيت حد داخل في كومنتات من بلد تانية مش من مصر أصلا بس من دولة عربية وبيقول لي كويس إن فيه في مصر دلوقتي بوك تيوبرز يعني إيه بقى بوك تيوبرز أنا سألتوا يعني إيه بوك تيوبرز قال لي البوك تيوبرز اللي هم الناس على اليوتيوب اللي بيكونوا مهتمين بمراجعة الكتب أيوة يعني إيه فرق بينك وبين اليوتيوبر مثلا بصي اليوتيوب فيه حاجات كتير جدا بتتعمل فيه ناس بتراجع مطشات كورة وحاجات للكورة موبايلات وأجهزها فالدول مثلا تاك ريفيورز التانية موفي ريفيورز فاللي بيراجع الكتب والروايات على اليوتيوب بيطلق عليه لقب البوك تيوبر لكن إحنا كلنا في العموم كلنا يوتيوبرز لكن اللقب بتاعنا المصطلح اللي بيطلق على البوك ريفيور هو بوك تيوبر طب أحكي لي يعني هل أنت النهاردة بقراءاتك وأنك بتعمل ريفيوز هل أنت ساعدت الناس أن هي تقرأ أكتر ولا بقوا بيعتمدوا عليك أن أنت تقرأ وتترجم والله فيه ناس بتعتمد على كده بس الأغلبية العظمة بتعتمد على أن هي بتشوف رأي اللي قدامها في الكتاب إيه وإذا كان الكتاب ده متوافق مع الحاجات اللي هم بيحبوا يقروها ولا لا الأدب بشكل عاملية أنواع كتيرة جدا ففيه ناس بتستهوى نوع معين عن نوع آخر فدلوقتي القراء دايما بقوا قبل ما يشتروا كتب خاصة بعد كمان فترة مرض الكتاب بيحبوا أن هم ياخدوا فكرة عن الكتاب اللي هم رايحين يشوفوه علشان يقروا فبيبتدوا أن هم يشوفوا البوكتيوبر ويبتدوا أن هم يشوفوا الريفيوز ويقروها ويتفرجوا على الريفيوز سواء بقى كانت المكتوبة أو المصورة على اليوتيوب علشان ياخدوا فكرة عم عن العمل أو عن الكتاب قبل ما يروحوا يشتروا ويقروا فهنا بيجاكموا بقى الدور بتاع الايه بتاع البوكتيوبر إنه هو يدي بريف إنه هو يتكلم عن العمل بشكل عام إنه يدي نقض أدبي أو سردي للعمل يشوف ايه المحتوى اللي موجود جوه الكتاب ويبتدي يتكلم عنه بشكل بريف من غير ما يحرق المحتوى بحيث إن القارق لما يجي يجيب الكتاب ويقرأه ما يحس شنوة طب مرة تفرجت على ريفيو خلاص يعني استفدت ايه لما جبت الكتاب صح حقيقي ما بتحرقش يعني الكتاب بالضبط اه بالضبط طيب انت مهندس ده ايه مع ماري أيوا فهندسة عامة من يعني الشغلانات الصعبة شوي انك تبقى مهندس وعندك وقت للشغول بتاعك ده أصلا حكاية الوحدة وانك يبقى عندك وقت تاني انك تقرأ كتاب وتحل الكتاب وعشان يبقى عندك ريتش عالي على قناتك على يوتيوب محتاج انك تبقى بتعمل ده كتير يعني مش هينفع فيديو إنه ما عليه شهر ونعمل فيديو تاني بالضبط تلاقي وقت ازاي لده هي الفكرة انه فعلا بسبب دي الوقت احنا لازم نحاول ان احنا نتعامل على قد ما نقدر لانه زي ما حرتك قلتي اليوتيوب عايز استمرارية عايز انك دايما تكون افيلبل ودايما تكون متشاف بشكل دوري فاحنا بنقرأ الكتب او انا شخصيا انا بقرأ الكتب ودايما اول ما بخلص كتاب بعمل حاجة من اثنين بفتح الكاميرا وابتدي اتكلم ديريكت عن بنفسي من غير اي سكريبت عن الحاجة اللي انا حاسسها والحاجة اللي انا شايفها بالكتاب عن الكتاب او لو ما فيش وقت باضطر ان انا اكتب مين بوينت او نقطة اساسية عن الحاجات اللي موجودة عن العمل اللي انا حابب ان انا اتكلم عنها وبستنى للويك اند وبصور بقى فيديو او اتنين او تلاتة او اربعة فيهم واحد بحيث ان انا يبقى عندي ستاك للايه للفترة اللي جاي على ما يكون افيلبل تلك ثانية واحدة ان انت ممكن في الاسبوع تخلص اكتر من كتاب انا ممكن في الاسبوع اخلص من كتاب للتلات كتب او اربعة كتب كم صفحة نقول من متين لتلتمائة صفحة من امام يعني لو الكتاب اكتر من كده لا ممكن يطول معي مثلا ان يبقى كتاب برويك مع سلام في الاسبوع لا ده انا عايزك تعلمني بقى عشان يعني انا بقى لي كتير في 11 صفحة لا لا حاضر حاضر بس انا عايزة افهم منك ازاي عندك الباشن ده او الشغف ده حب الارادة جالك منين ابتديت من امتى احكي لي كل ده بس هو القراءة كقراءة هو الموضوع بدأ معي من زمان جدا يعني نوعا ما اقدر اقول ان بداية الاراية بدأت من والدتي ان من وانا صغير والدتي كانت بتخليني ماشي في الشارع بقرة اليوفط اللي على المحلات عشان تعلمني اصلا الاراية بشكل عام وبعد كده بدأت ان انا اشوف كتب وروايات تحديدا اعداد بتاعت ما وراء الطبيعة ورجل المستحيل كنت لسه يا طفل صغير الكلام ده كنت في ما وراء الطبيعة انت لسه صغير اه ما وراء الطبيعة ورجل المستحيل كان عدد صغير قوي كده كان موجود عند حد من قريبي شفت الكتاب عجبني بفتح الكتاب ما قدرتش اقوم الا لما خلصته ساعتها نزلت عند طبعا الكشاك بتاعت الشوارع اللي كانت موجودة بتباع فيها الحاجات دي دي بقى نزلت ولمت كل الاعداد اللي كانت موجودة وقعدت اقراها كتير جدا والدي والدتي لما شافوا ان انا مهتم جدا بالموضوع بدأوا يدوني فلوس طبعا كنت صغير لسه فكان هم بيدوني فلوس يجيبوا لي الكتب دي كل ما حد منهم يلاقي حاجة يجيبها لي فبدأت ان انا اقرا كتير جدا 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 بعد فترة طبعا وبسبب الدراسة لان انا اغلب دراستي كانت بالانجليش تحولت شوية لقراءة بالانجليزي وخدت جزء كبير بس بعد كده لما دخلت الجامعة لأ رجحت تاني ركزت في القراءة بالعربي وحبتها اكتر وكملت فيها اكتر وحسيت انها حقيقي قيمة يعني حسيت حتى ان المحتوى اللي بيقدم في الاعمال الادبية اللي باللغة العربية مختلفة تماما تماما عن كل الاعمال اللي معمولة في نفس الكاتيجوري زي ما بيقولوا باللغة الانجليزية يعني انت الادب ممكن يكون الحاجة المفضلة ليك او نوع الكتب المفضلة ليك انك تبقى بتقراها الاتنين انا بحب القراية في الادب بشكل عام كرويات وبحب كمان القراية في التاريخ جدا يعني حتى الكتب الغير رواية بحب اقراها جدا طب من كل الكتب اللي انت يمكن قريتها في حياتك ايه اكتر كتاب مفضل ليك لا مش كتاب واحد فيه كذا كتاب علم في دماغك يعني مش قادر تنسى لغاية دلوقتي قصة رواية تاريخ يمكن احكيلنا ممكن من اكتر الكتب اللي قارتها وعلمت معي جدا جدا كان كتاب لدكتور احمد خالد توفيق وهو مثل ايكاروس كان كتاب رائع وكان فيه كتاب اخر لتنميز الدكتور احمد خالد توفيق استاذ شرين هنائي كان اسمه طغراء فيه كمان طبعا طراب الماسل احمد مراط كان كتاب رائع كتب التاريخ عامة بتاعت استاذ وليد فكري ممتازة ممتازة جدا 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 وبرضو لو كلمنا عن التاريخ برضو فيه استاذ محمد غنيمة كان كتب كتاب رائع عن عن الاسرة بتاعت محمد علي كان كتاب برضو ممتاز اعتقد فيه كتب كتاب لا احنا لو عادنا نتكلم عن المضادة مش هنخلص انا لستة بتاعتي بوك التعدي انت صفحيتك اسمها وجهة ناظر الفئة العمرية اللي بتابعك عندهم قد اين من اول 18 سنة لحد ممكن تلاتينات واربعينات اصل القراءة في مصر دلوقتي بقت واسعة جدا يعني الشريحة انا شايف انها بتتسع مش بتديق لا ايا شريحة القراءة بتتسع جدا السوشيل ميديا سعدت الادب انه ينتشر بشكل اكبر كمان ده حلو جدا طيب لو انا النهاردة عايزة ابتدي اقرأ اكتر وان انا يبقى عندي شغف يمكن مش اقول زي اللي عندك بس الاقي لنفسي وقت يعني بسعات كتير ايان ما عنديش وقت او اليوم النهاردة مشغولة او انا دايما ايامي مشغولة اعمل ايه عشان الاقي الوقت وازاي انامي حاجة زي دي فيا ان انا اقرأ هو الموضوع ده ليه اكتر من طريقة يعني انا مثلا واحد من الناس ما كنتش بلاقي وقت اني اقرأ فكن لازم اخلى وقت عشان اقرأ فاحيانا وانا في المواصلات بطلع كتاب اقرأ ممكن اكون مثلا مش قادر اقرأ بس انا عايز اقرأ الكتاب طب دلوقتي الكتب بتتحول لكتب صوتية لأوديو بيكس طب انا ليه محطش السماعة فوداني وانا قاعد سواء في البيت سواء مثلا وانا في الشغل قاعد باشتغل او مثلا وانا في الطريق مثلا مروح او بتمشي او بلعب رياضة وكن بشغل الاوديو بوك فوداني وقاعد بسمع الكتاب كاني بقرأ بالزبط فده بيوفر علي وقت كتير جدا وفي نفس الوقت بيساعدني على قراءة العمل يعني في اعمال انا ممكن اقرأها بثلاث اشكال بيبقى معي مثلا الكتاب الهارت كابي الكتاب نفسه ممكن يبقى معي بتكون مثلا معي صوفت كابي على مثلا الموبايل او على التابلت تمام وكمان ممكن يكون بسمعه اوديو بوكس على يوتيوب اسمها وجهة ناظر وجهة ناظر يمكن اسم عام شوية ايه الحاجة اللي انت ممكن تبقى حابب تعملها جنب انك تعمل ريفيوز للكتب هقولك هي الكتب عمتا واخد حيث كبير جدا من وقت فانا احب ان انا لو عملت حاجة برا القناة برضو تكون لها علاقة نوعا بالكتب او بالمحتوى اللي ليه علاقها بالكتب وبالروايات زي مثلا الافلام ممكن اعمل مثلا الودي عملتها بعد كده كزا مرة على الشانل ان اعمل ريفيو للفيلم اللي مقتبس من رواية او متحول من رواية واعمل مقرنة ما بين الاتنين اشوف مين فيهم قدر ان هو يوصل الفكرة صح هل الفيلم نجح في ان هو يحقق الفكرة الاساسية اللي كانت موجودة في الكتاب ولا لا فدي حاجة حلوة ممكن شوية ادخل في الموفي ريفيوز عشان برضو يحب الافلام طيب انت يمكن احنا بنتكلم قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ان قبل اي معرض للكتاب بيجي لك ناس كتيرة من الكتاب ويبتدوا ياخدوا رأيك في الكتب بتاعتهم ويقولوا لك يعني لو في اي حاجة انت تعرض على القناة عندك هالمرة قلت الكاتب انه لا كتابك محتاج تعديل اكتر لا محتاج حاجة تزودها كتير 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 وبنعمل الموضوع ده كتير والناس بتزعال من ده كتير فعلا والناس بتزعال من ده كتير لكن الفكرة في انه انا قدامي حاجة من اتنين يقرضي الكاتب يكون واضح وصريح وستريت مع القارئ وفي المقام الاول انا قارئ مش ناقد مش طالع اعمل شو اهتمئم الاولاني بيكون بالقارئ لانه هو زي هو يعتبر صحبي هو انا وهو مهتمين بنفس الحاجة فانا مقدرش اني اخد على القارئ فبالتالي دايما انا لما بتكلم مع كاتب بقوله والله في واحد اتنين ثلاثة ممكن يتزبط في واحد اتنين ثلاثة ممكن يتحسن لأ اتقل شوية لأ ممكن تشيل حتة فلانية تحط الحتة فلانية وفي الاول وفي الاخر طبعا الكاتب هو اللي بيكون ليه الاختيار يا اما يسمع الكلام يا اما خلاص زي ما هو حابب طبعا العمل عمل بتاعه عمرك فكرت انك تكتب اه وخدت التجربة لكن لسه ما جربتش اني اعمل اي تجربة نشر نشر بس يعني انا اه جربت اني اعمل كذا حاجة هل بتستخدم منصات تانية غير اليوتيوب عشان تعرض ريفيوز بتاعتك احيانا ريفيوز ممكن تكون مكتوبة وده بيكون على الفيسبوك اغلبه على فيسبوك وعلى جود ريدز طبعا لان جود ريدز هو الموقع رقم واحد بالنسبة للقراء حوالين العالم كله في ان يتم فيه عرض الكتب وكتابة ريفيوز عن الكتب وعن الاعمال فطبعا بنستخدم الجود ريدز عشان نكتب ريفيوز والفيسبوك والجربات بتاعت القراءة الكويسة جدا والكتير اللي بقت موجودة ومنتشرة كتير جدا دولتي على فيسبوك كل دي حاجات بنستخدمها اكتر بان احنا سواء نتكلم اكتر عن الكتب نتناقش اكتر عن الكتب نكتب ريفيوز عن الكتب او ننزل حتى الفيديوز بتاعتنا عليها فكل دي حاجات كويسة جدا شوية على لوجوس هوب وأنه بعد ما هتمشي السفينة يبقى فيه معرض الكتاب اللي يمكن كلنا كمصريين بنستنى. انت استعداداتك إيه المعرض الكتاب يعني حسنا ده بيبقى شوفين. ده فعلا بيبقى شوفين. وبيبقى ليه بودجت سنوية كده لازم بنوض نحوش لها على مدار السنة لأن احنا بنروح بنروح من هناك مفلسين معناش جنيه هو استعدادنا الأولين لمعرض الكتاب دايما كقراء بيكون عن طريق إن احنا الأول نحدد أو نطلع أول نقطة بتكون نحنا نطلع على إصدارات الدور. دور الناشرة بتنزل دايما إصدارات كتيرة ما بين الأعمال الرواقية وما بين الأعمال الغير رواقية. فما بين الاتنين دايما بنكون محتاجين إن احنا نبص على إصدارات كل دار ونشوف الأغلفة. نقرأ النبذات اللي بتكون مكتوبة عن كل عمل. نشوف والله أنا بتفائل بأنهي عمل من دول. حابب أني أجيب أنهي الأعمال. أي عمل من الأعمال أنا أحب أن أجيبها وأحب أن أقرأها. وببتدي بعد كده أن أكتبها في لستة. أكتب الدار. أكتب رقم الدار. مكان جناح الدار. فأنهي قاعة. الساكشن بتاعها رقم مكام. أي الكتب اللي أنا أجيبها من كل دار دي. وبعد كده بدخل من معرض الكتاب. بشنطة السفر المحترمة. ما يفعش نروح طبعا بباكباك خالص. عشان إحنا بوك نروح بكتب كتير. أو أنا على الأقل كبكتب بروح بكتب كتير جدا. فباخد معي عشانة تسفر من الكبيرة دي. وبتأكد بقى على الله بندخل على المعرض. شلت السنة ها. شلت السنة فعلا. لأن بعد كده إحنا بنبتدي على مدار السنة نجيب اللي فاتنا. أو اللي ملحقناش إن إحنا نجيبه في المعرض. أو الإصدارات اللي ممكن الدور تنزلها بعد معرض الكتاب. لكن أغلب الدور. أغلب دور النشر. بتستغل فترة الهايب بتاعت معرض الكتاب. أو البومب بتاعت معرض الكتاب. والشو بتاعت معرض الكتاب. عشان تنزل أغلب إصداراتها. كريم سريعا جدا. أي العوامل المهمة اللي لازم أبص عليها كده في الكتاب. وأنا بشتريه أعرف إنه ده كتاب حلو. اسم الكاتب. دي بتكون حاجة مهمة خاصة لو الكاتب ده أنت قرأت له عمل قبل كده. المحتوى بتاع الكتاب. نوع العمل. الغلاف طبعا. وأهم حاجة. أهم حاجة. النبذة الخلفية اللي بتكون مكتوبة في ظهر الكتاب. أو في الغلاف الخلفي اللي بتديك فكرة عن محتوى العمل. كريم النجار. كل شكر لك على وجودك معنا. صاحب قناة وجهة نظر على اليوتيوب. أكيد هنتابعك. مشكورك مرة تانية على وجودك. شكرا جدا لك. وكده مشاهدينا تكون خلصت حلقاتنا النهاردة. نشوفكم من إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. وحلقة جديدة. باي باي.